اهلا و سهلا بكم في قناتي و اهلا و سهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشي اليوم سنقوم بعمل مع بعض المفرش الدائري الجميل والرائيق المفرش سهلي جدا 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 والاسطر بتاعته سهلة جدا والغرزة كمان سهلة كل اللي يلزمنا ابرد كروشي رفيع جدا وخيط رفيع جدا عشان يدي نتيجة احسن ممكن نعمله بخيط اسمك و ابر اسمك بس انا بحب الحاجات اللي هي فيها ضنطيل او اللي فيها مفرش زي كده ان احنا نشتغلها ب ابر كروشي رفيع وخيط رفيع بتدي نتيجة ولا اروع ولا اجمل في اخر الفيديو حسيب لحضراتكم البترون بتاع الغرزة و هقولكو ازاي استعملناه و ازاي اشتغلنا عليه لانه في وجود البترون مهما الغرزة حضراتك نستيها مجرد ما بتبصي للبترون بتاعرفي تعمليها اتمنى لكم يا رب مشاهدة ممتعة و ان شاء الله يعجبكم الفيديو و ان شاء الله تنفزوه يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي انا هستخدم مع حضراتكم الخيط ده ده خيط قطن عادي بس رفيع شوية و هستخدم ابرت كروشي رفيع جدا زي ما حضراتكم شايفين و هنبتدي البداية هاعمل غرزة البداية حابة بس اقول لحضراتكم انا هنا مش محتاجة اعمل دايرة سحرية لان زي ما حضراتكم شايفين في فتحة صغيرة جوه الدايرة فانا مش محتاجة ان انا اعمل دايرة سحرية يبقى ديه صحيح المفرش دايري بس انا مش محتاجة يبقى فيه دايرة سحرية فانا هشتغل بعد غرزة البداية هبتدي اعمل تمانية غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وبعدين حصلت الابرة من اول غرزة و في ظهر اخر غرزة او اول غرزة انا اشتغلتها هدخل بالابرة كده وبعدين ادخل في الغرزة اللي انا سلتها وبعدين اسحب الغرزة الاخيرة من الغرزة الاولى بالشكل دا يبقى انا عملت الحلقة بالسلسلة هاخد الخدة معايا للتنظيف وبعدين ارتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة التلاتة سلسلة يمثلوا اول عمود في الدايرة طب انا هعمل كام عمود في الدايرة هعمل اربعة وعشرين عمود ناخد بالنا من الاعداد كده العمود رقم واحد العمود رقم اتنين عمود بلف عادي العمود رقم تلاتة اربعة وباشتغل جوه الدايرة عادي وباخد الفتلة البداية للتنظيف دا كده رابع عمود خمسة ستة وحفضل اشتغل كده جوه الدايرة لغاية يكمل معايا اربعة وعشرين عمود خلصت كده اربعة وعشرين عمود وهقفل في السلسلة رقم تلاتة واحد اتنين تلاتة فاول عمود انا كنت عامله من تلات سلاسل هقفل بغرزة منزلقة وبقى كده خلصت السطر رقم واحد السطر رقم اتنين هرتفع تلاتة سلسلة يمثلوا العمود الاول واحد اتنين تلاتة دولة يمثلوا العمود الاول وبعدين هعمل سلسلة للفراغ يبقى انا عملت في البداية اربعة سلسلة تلاتة للعمود الاول وواحدة للفراغ وبعدين ادخل في العمود رقم اتنين على طول ما نسهوش في رقم اتنين على طول واعمل عمود وبعدين سلسلة العمود اللي بعده رقم تلاتة عمود وسلسلة العمود اللي بعده رقم اربعة اعمل عمود وسلسلة وهفضل ماشية كده في كل الاربعة وعشرين عمود اللي انا عملتهم كل عمود اعمل فوقي عمود وبعدين سلسلة وحيبقى وحيبقى الشكل بالطريقة دي كده كده خلصت السطر التاني باربعة وعشرين عمود وبين كل عمود وعمود بيبقى فيه غرزة سلسلة في الغرزة رقم تلاتة انا كده ختمت هنا بغرزة سلسلة بعد العمود الاخير وفي الغرزة رقم تلاتة واحد اتنين تلاتة هدخل وعمل غرزة منزلقة وبقى نهيت كده او قفلت كده السطر رقم اتنين السطر رقم تلاتة هدخل ما بين العمودين في الفراغ اللي هو كان سلسلة اللي عملته هدخل جوه الفراغ كده واعمل غرزة منزلقة عشان انا هبتجي من الفراغ يبقى انا دخلت جوه الفراغ وعملت غرزة منزلقة وبعدين هرتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة يمثله اول عمود جوه الفراغ ده انا عايزة اعمل صدفة والصدفة عبارة عن اتنين عمود واحدة سلسلة اتنين عمود انا عملت العمود الاولاني عبارة عن تلات سلاسل هدخل في نفس الفراغ واعمل العمود رقم اتنين وبعدين سلسلة وبعدين عمود وبعدين عمود يبقى انا في الفراغ الاولاني انا دخلت له بغرزة منزلقة عشان اوصل ليه وبعدين عملت صدفة عبارة عن اتنين عمود واحدة سلسلة واتنين عمود مش هعمل سلاسل وانا خرجة بالصدفة دي مش هعمل فيها سلاسل بس هسيب الفراغ التالي على طول الفراغ التالي بعد الصدفة على طول انا هسيبه واروح للفراغ اللي بعده واعمل صدفة برده من عمودين واحدة سلسلة وعمودين في نفس المكان اطلع من المكان ده من غير اي سلاسل واسيب الفراغ اللي جنبه مباشرة واروح للفراغ اللي بعده واشتغل صدفة عبارة عن اتنين عمود واحدة سلسلة اتنين عمود واستمر كده بنفس الطريقة اعمل صدفة بفراغ والفراغ اللي بعده ماعملش فيه حاجه واروح لي الفراغ allows واروح للفراغ والفي punt والصدفة عبارة عمود واحدة سلسلة واتنين عمود ولما بنقل من فراغ للفيxt اللي هو بسيب فراغ ولا أسر بفراغ فراغ لم等 بسلاسل مفيش اي سلسلة بين الصدفة واتنية بالطريقة دي لما خلص الدائرة كلها او السطر كله يبقى المفروض بقى عندي اتناشر وحدة زي دي ميش اربعة وعشرين عشان انا بسيب فراغ ما بشتغلش فيه فناخد بالنا من الاعداد عشان دي اللي هتظبط الدايرة بتاعتنا يبقى انا دلوقتي مفروض بعد ما بخلص السطر هيبقى عندي اتناشر وحدة صدفة خلصت كده السطر الثالث واصبح عندي عدد اتناشر غرزة صدفة عبارة عن اتنين عمود واحدة سلسلة اتنين عمود كنت باشتغل في فراغ واسيب فراغ ووصلت هنا لاخر فراغ اشتغلت فيه وفي الفراغ اللي انا بسيبه وبعدين في تالت سلسلة في العمود الاولاني في اول صدفة هقفل بمنزلقة زي كل مرة ويبقى كده خلصت السطر الثالث عايزة بتدي السطر الرابع بس عايزة بتدي الشغل فيه من الفراغ بتاع الصدفة الجزء ده هعمل منزلقة في الغرزة الاولى هعمل منزلقة كده في الغرزة رقم اتنين وبعدين ادخل للفراغ واعمل منزلقة يبقى انا كده وصلت للفراغ اللي انا عايزة بتدي فيه الشغل وجوه الفراغ بتاع الصدفة اللي فاتت السطر اللي فات هعمل برضو صدفة زيها بالزبط هعمل عمود عبارة عن تلاتة سلسلة وادخل جوه الفراغ واعمل عمود رقم اتنين وبعدين سلسلة وبعدين اتنين عمود جوه الفراغ عشان اكمل الصدفة وبعدين عايزة اروح لفراغ الصدفة التانية المرة اللي فاتت كنت بنقل من صدفة لصدفة من غير سلاسل المرة دي هزود واحدة سلسلة يبقى هنقل للصدفة التانية بواحدة سلسلة وبعدين اروح لفراغ الصدفة التانية واشتغل برضو صدفة عمودين وسلسلة وعمودين كده عمودين سلسلة وعمودين وبعدين انقل للصدفة التالتة فهعمل سلسلة اروح لفراغ الصدفة التالتة واشتغل بنفس الطريقة عمودين سلسلة عمودين ولما انقل للصدفة اللي بعدها لازم اعمل سلسلة وحمشي بالطريقة دي الدايرة كلها او السطر اللي هو الرابع كله واحد اتنين تلاتة ده السطر الرابع برضو في الاخر لازم يبقى عندي اتناشر صدفة من دي يبقى كل الزيادة اللي انا هعملها ان انا هزود بس غرزة سلسلة لما انقل من صدفة لصدفة تانية خلصت كده السطر رقم اربعة وكنا بنعمل ما بين كل صدفة والتانية كنا بنعمل غرزة سلسلة والصدفة نفسها عبارة عن اتنين عمود وغرزة سلسلة واتنين عمود وبقى عندي اتناشر صدفة كمان في السطر ده طيب انا دلوقتي هنقل بسلسلة اخر سلسلة هعملها بعد الصدفة وبعدين في تالت غرزة سلسلة من العمود الاول هقفل بمنزلقة عايزة تنقل بنفس الطريقة اتنقل للفراغ بتاع الصدفة رقم واحد فهدخل في الغرزة التانية بمنزلقة عديها بمنزلقة وادخل للفراغ واعمل منزلقة وابتدي من الفراغ ده اعمل صدفة جديدة تلاتة سلسلة يمثلوا عمود العمود رقم اتنين واحدة سلسلة واتنين عمود في نفس الفراغ السطر اللي فات كنت بخرج من الصدفة واروح للصدفة التانية بسلسلة واحدة المراتي هعمل اتنين سلسلة بس مش هروح برضو للصدفة ده انا هعمل ما بين الصدفة والتانية في غرزة السلسلة اللي كانت بينهم هعمل غرزة حشو وبعدين اطلع منها من الحشو دي باتنين سلسلة وبعدين اروح للفراغ بتاع الصدفة التانية فاهميني الفكرة انا قصدي لازم اعمل تزايد عشان الدايرة ما تقوس وتفضل ماشية كويس فهنا اتنين سلسلة اتنين عمود وواحدة سلسلة واتنين عمود يبقى انا عملت الاول الصدفة في الفراغ الاولاني اتنين عمود وواحدة سلسلة واتنين عمود وبعدين لاختلاف بين السطر الخامس والسطر الرابع ان انا عملت هنا اتنين سلسلة وعملت حشو في السلسلة بتاعت السطر الرابع اللي ما بين الصدفة والتانية وبعدين عملت اتنين سلسلة وبعدين دخلت في الصدفة التانية وعملت فوقيها الصدفة نعمل مرة تاني هاعمل دوقتي عايزة اروح للصدفة رقم 3 فهاعمل اتنين سلسلة والفراغ اللي ما بين صدفة والتانية هدخل فيه واعمل غرزة حش وبعدين اعمل اتنين سلسلة واروح لفراغ الصدفة اللي بعدها واعمل صدفة عبارة عن اتنين عمود واحدة سلسلة اتنين عمود واكمل السطر كله بنفس الطريقة دي كده بدي توسيع للدائرة خلصت كده السطر الرقم 5 وحبتيجي اقفله معاكم عشان نعمل السطر الرقم 6 انا هنا خلصت الصدفة اتنين عمود وسلسلة واتنين عمود بعمل اتنين سلسلة وفي الفراغ بين الصدفتين بعمل حش وبعدين اتنين سلسلة وبعدين بقفل في تالت سلسلة كنت عملاها في العمود الاولاني يبقى كده خلصنا خمس اسطر عايزة اتنقل للسطر السادس وعايزة ابتدي الشغل في السطر السادس من الفراغ بتاع الصدفة الاولى برضو بنفس الطريقة هدخل اعمل منزلقة في الغرزة العمود التاني وفي الفراغ اعمل منزلقة يبقى انا كده وصلت للفراغ هعمل صدفة زي اللي انا بعمله بالزبط فهعمل تلاتة سلسلة يمسروا العمود الاول وبعدين العمود رقم اتنين وبعدين سلسلة وبعدين اتنين عمود لو فاكرين حضراتكم في السطر رقم تلاتة انا كدت بنقل من صدفة لصدفة من غير سلسلة السطر رقم اربعة بنقل من صدفة لصدفة بسلسلة واحدة السطر رقم خمسة كدت بنقل من صدفة لصدفة باتنين سلسلة غرزة حشو اتنين سلسلة المراضي في السطر السادس هنقل من صدفة لصدفة بتلاتة سلسلة غرزة حشو تلاتة سلسلة يعني هي تدريك بادرك في الارقام يبقى هنا هبتدي اعمل تلاتة سلسلة غرزة حشو فوق غرزة الحشو اللي كنت عاملها وبعدين تلاتة سلسلة وبعدين ادخل في الصدفة واعمل صدفة اتنين عمود واحدة سلسلة اتنين عمود عايزة تنقل من الصدفة دي للصدفة دي هعمل ايه؟ هعمل تلاتة سلسلة وفوق غرزة الحشو وغرزة حشو تلاتة سلسلة وصدفة فوق الصدفة تلاتة سلسلة غرزة حشو فوق غرزة الحشو تلاتة سلسلة وكمل السطر كله بنفس الطريقة دي كده خلصنا السطر الرقم 6 هننهي مع بعض انا هنا عملت الصدفة الاخيرة وبعدين هبتجي اعمل تلاتة سلسلة وغرزة حشو فوق غرزة الحشو تلاتة سلسلة وبعدين في السلسلة رقم 3 بعمل غرزة منزلقة عشان اختم السطر هبتجي السطر رقم 7 وهبتجي برضو من الفراغ فهعمل منزلقة في الغرزة التانية والفراغ اعمل فيه منزلقة عشان كده ابقى وصلتله وبعدين هعمل ارتفع بس السلسلة عشان السطر الجديد وبعدين ادخل في الفراغ واعمل غرزة حشو يبقى ارتفعت السلسلة وعملت غرزة حشو وبعدين هعمل تسعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ومباشرة على فراغ الصدفة التانية هعمل غرزة حشو وبعدين تسعة سلسلة وفراغ الصدفة اللي بعدها بعمل غرزة حشو تسعة سلسلة وفي الفراغ بتاع الصدفة وورزة حشو وهكمل السطر كله بنفس الطريقة دي وصلت كده لنهاية السطر رقم سبعة وعملت تسعة سلسلة بعد الصدفة الأخيرة وهعمل أختم السطر دا فاكرين أول الغرزة عملتها كانت سلسلة وقلت دي لارتفاع السطر هدخل فيها وهعمل منزلقة على أساس إن أنا بقفل السطر بعد ما نخلص السطر السابع لو عديت السلاسل دي هلاقيها 12 سلسلة 12 سلسلة ودلوقتي هنبتدي في السطر الرقم 8 السطر الرقم 8 ما فيهوش سلاسل خالص عشان نبقى فاكرين هدخل في الفراغ بتاع السلسلة دا من جوة وأعمل غرزة منزلقة عشان أبتدي منها الشغل وابتدي أرتفع ثلاثة سلسلة يمثلوا العمود الأول أبقى كده عملت عمود وبعضين هعمل العمود رقم 2 ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر وده اللي هعمله في كل السطر كل فراغ يقابني من دول حملاه باثناشر عمود من غير سلاسل يعني أنا خلصت كده لاثناشر عمود هدخل في فراغ اللي بعضه على بطول وأعمل اتناشر عمود واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة حداشر اتناشر هشتغل السطر كله بنفس الطريقة نفتكر أنه ما فيش سلاسل لكن كلها بحشو الأعمل هكمل السطر كله بنفس الطريقة كده خلصنا السطر التامن وهنبتجي السطر رقم تسعة أنا قفلت السطر بنفس الطريقة اللي بأفل بيها كل مرة بمنزلقة في السلسلة رقم تلاتة في العمود الأول طيب ده العمود الأولاني في الجزء ده ده العمود الأولاني وده العمود الثاني والعمود الثالث أنا عايزة بتجي من العمود الرابع أنا عندي 12 عمود وعايزة بتجي من الرابع فهمشي لغاية الرابع بمنزلقة همشي لغاية الرابع بمنزلقة كده واحد اتنين تلاتة ودي الغرزة الرابعة هعمل فيها برضو منزلقة بقى وصلت لها كده يبقى أنا همشي بمنزلقة لغاية العمود رقم 4 وبعدين ارتفع تلاتة سلسلة يمثلوا العمود الأولين وبعدين اعمل اتنين سلسلة للفراغ يبقى عملت كم سلسلة؟ يبقى عملت خمسة يبقى أنا ارتفعت خمسة سلسلة تلاتة يمثلوا عمود واتنين يمثلوا فراغ وبعدين ده العمود اللي اشتغلت فيه هسيب العمود اللي بعده والعمود اللي بعده هاشتغل فيه عمود وبعدين اتنين سلسلة وبعدين اسيب عمود واروح للعمود التاني واشتغل فيه عمود برده اتنين سلسلة واسيب عمود واروح للعمود اللي بعده وعمل عمود واتنين سلسلة طب أنا اشتغلت كم عمود كده؟ اشتغلت أربعة واحد اتنين تلاتة أربعة وابتدت من العمود رقم كام؟ ابتدت من العمود رقم أربعة فضل هنا عمود ده العمود الأخير في الوحدة دي والعمود الأول والعمود التاني هشتغل ثلاثة أعمدة بس مش حصلتهم غير مع بعض يعني مش حصلت كل واحد لوحده يعني قادي العمود الأخير أهو مش حصلتهم وبعدين أدخل في العمود اللي بعده اللي هو الأولاني من الوحدة التانية مش حصلتهم وبعدين أدخل في العمود اللي بعده ومش حصلتهم وبالفش لفات ولا حاجة وبعدين أخدهم كلهم كل الغرز اللي على الإبرة هاخدها كلها مع بعض وبعدين أعمل اتنين سلسلة يبقى أنا اشتغلت تلات غرز مع بعض مرة تانية أنا كده خدت الأخير من هنا والأول والتاني هسيب التالت هسيب رقم تلاتة ده وعدين أروح لرقم أربعة واشتغل عمود واثنين سلسلة أسيب عمود واروح للعمود اللي بعده وأعمل عمود واثنين سلسلة أسيب العمود اللي بعده واروح للبعده وأعمل عمود وثنين سلسلة وأسيب عمود والعمود اللي بعضه أشتغل فيه عمود وثنين سلسلة وبعدين أسيب عمود وبعدين أشتغل في العمود الأخير عمود مسلتهش أسيب الثلاث لفات على القبر وبعدين من غير لفات ولا حاجة أدخل في العمود الأولاني من الوحدة اللي بعدها ومسلتوش ومن غير لفات أدخل في العمود اللي بعده وأسحب الخيط ومسلتوش هتبقى اتنين اربعة خمس فاتلات على الابرة هاخد الخمس فاتلات كلهم من على الابرة أسحبهم مرة واحدة وبعدين أعمل اتنين سلسلة هيبقى دا الشكل بالطريقة دي أشتغل اربعة عمود وبعين تلاتة مع بعض وبسيب عمود بعد كل عمود أعمل معكو واحدة تاني أنا هنا هسيب العمود تاني واللي بعده هشتغل فيه أعمل عمود واتنين سلسل أسيب عمود وأشتغل في العمود اللي بعده أسيب عمود وأشتغل في العمود اللي بعده وبعدين اتنين سلسل اسيب عمود اسيب عمود واشتغل في العمود اللي بعضه وعمل اتنين سلسل اسيب عمود واشتغل في العمود اللي بعضه وعمل اتنين سلسلة طيب هسيب عمود هسيب العمود ده وبعدين العمود الأخير في الوحدة دي أشتغله بس مش حصلته وبعدين أدخل في العمود الأولاني من الوحدة التاني ومس لتوش وادخل في اللي بعضه ومس لتوش وبعدين أسحبهم كلهم مع بعض وبعدين اتنين سلسلة وكمل بنفس الطريقة دي حبيبي كده خلصنا السطر رقم تسعة وهنبتدي مع بعض السطر رقم عشرة وأنا هنا عملت اتنين سلسلة في آخر السطر وبعدين في السلسلة رقم تلاتة هقفل بمنزلقة في السطر رقم تسعة كان عندي كم فراغ في الجزء ده واحد اتنين تلاتة أنا عايزة أشتغل في الفراغ اللي في النص ده عايزة أشتغل في الفراغ اللي في النص الفراغ اللي قبله مش هشتغل فيه والفراغ اللي بعده مش هشتغل فيه يعني انا عندي 3 فراغاتهم في السطر رقم 9 في الوحدة دي في ما بين كل عمود وعمود كنت عملانا كنت عاملة 4 عمدة فبين كل عمود وعمود عندي فراغ فانا عندي كده 3 فراغات انا عايز اشتغل في الفراغ اللي في النص الفراغ اللي قبله ما اشتغلش والفراغ اللي بعده ما اشتغلش فانا هعجي الفراغ الاولاني بمنزلقة وبعدين هروح للفراغ اللي بعده بس انا ممكن اعدي كده ده العمود ده بمنزلقة برضه عشان الشغل ما يشدش كل ده بس ايه زي كبري كده لغاية ما اروح للمكان اللي انا عايزاه كده بقى اول شغلي هيبقى في الفراغ اللي في النص وهعمل فيه غرزة منزلقة عشان لسه هبتدي فيه الشغل يبقى انا لو اخدين بالكو عندي تلات فراغات ما بين الاربع اعمدة دول هشتغل في الفراغ اللي في النص هبتدي اعمل تلاتة سلسلة اتفقنا اولش للسطر تلاتة سلسلة يمثله عمود وبعدين اعمل العمود رقم اتنين والعمود رقم تلاتة وبعدين تلاتة سلسلة وبعدين في نفس المكان تلاتة عمود يبقى انا عملت في الفراغ ده اللي هو في النص صدفة والصدفة دي عبارة عن تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود وبعدين هعمل اتنين سلسلة احنا قلنا الفراغ اللي بعد الصدفة مش هشتغل فيه هنيجي للمنطقة اللي هي ما بين الوحدتين دول ودي عبارة عن فراغ وفراغ وبينهم كان فيه غرزة البف انا عملت كده اتنين سلسلة هدخل في اول فراغ ده واعمل غرزة حشو وبعدين اتنين سلسلة فراغ اللي بعده هعمل غرزة حشو وبعدين هنيجي برده في الوحدة اللي بعدها للتلات فراغات اللي بين الاربع عمودة دول الفراغ الاولاني مش هشتغل فيه الفراغ التاني مش هشتغل فيه وهشتغل بس في الفراغ اللي في النص وهعمل فيه الصدفة فانا هعمل اتنين سلسلة وعجي الفراغ الاولاني واروح على الفراغ اللي في النص واعمل صدفة عبارة عن تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود وبعدين اتنين سلسلة الفراغ اللي جنبها هسيبه الفراغ اللي بعده اللي هو في الوحدة بتاعة الباف اللي عالجنبين هدخل الفراغ الاولاني واعمل غرزة حشو اتنين اتنين سلسلة الفراغ اللي بعده غرزة حشو وهكذا هعمل اتنين سلسلة هسيب الفراغ الاول واروح للفراغ التاني واعمل فيه صدفة من تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود في نفس الفراغ اتنين سلسلة وهسيب الفراغ اللي جنبها على طول وبعدين الفراغ التاني اعمل غرزة حشو اتنين سلسلة وغرزة حشو في الفراغ اللي بعدها وهكذا يبقى انا هشتغل ازاي هشتغل في التلات فراغات هسيب الفراغ اللي على اليمين والفراغ اللي على الشمال والفراغ اللي في النص هو اللي هعمل فيه صدفة من تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود على جنبين غرزة الباف بعمل غرزة حشو من هنا وغرزة حشو من هنا وكل نقلة بيبقى فيها اتنين سلسلة هكمل السطر كله بنفس الطريقة حبايبي خلصت كده السطر رقم 10 هقفلوا مع حضراتكم انا هنا كنت عملت غرزة حشو بعدين اتنين سلسلة وفي السلسلة رقم 3 هقفل بغرزة منزلقة هبتدي السطر رقم 11 هرتفع تلاتة سلسلة في اول غرزة في العمود الاولاني اللي انا قفلت فيه بمنزلقة هرتفع تلاتة سلسلة يمثلوا عمود وبعدين غرزة سلسلة تمثل فراغ يبقى انا ارتفعت اربعة سلسلة العمود اللي بعده هشتغل فوقي عمود وبعدين سلسلة العمود اللي بعده يبقى اشتغلت فوق الثلاثة عمود ثلاثة عمود بس الفرق اني بين كل عمود وعمود سلسلة هعمل سلسلة في الفراغ اللي هو كان بتاعت تلات سلاسل اللي في الصدفة هعمل فيه تلاتة عمود وبين كل عمود وعمود سلسلة وبعدين هطلع على الثلاثة عمود هعمل فوق كل عمود عمود وبرده بين كل عمود وعمود سلسلة انا كده بحافظ على دوران الدايرة ما تقفلش معي وما تضمش تبقى ماشية براحتها سلسلة وعمود وبعدين سلسلة يبقى انا اشتغلت فوق الصدفة انا كان عندي الصدفة ثلاثة عمود وثلاثة سلسلة وثلاثة عمود اشتغلت فوق الثلاثة عمود ثلاثة عمود وجوه الفراغ التلاثة سلسلة اشتغلت ثلاثة عمود وفوق الثلاثة عمود التانين اشتغلت ثلاثة عمود بس بين كل عمود وعمود اعملت واحدة سلسلة وبعدين هعمل سلسلة هسيب الفراغ الاولاني انا عندي هنا ثلاث فراغات واحد اتنين تلاتة هسيب الفراغ الاول واروح للفراغ التاني وعمل غرزة حشو وبعدين سلسلة وبعدين ندخل على أعمدة الصدفة على طول عمود فوق العمود وغرزة سلسلة العمود الثاني وغرزة سلسلة العمود الثالث وغرزة سلسلة وبعدين جوه الفراغ ثلاثة عمود بين كل عمود وعمود سلسلة وبعدين سلسلة وبعدين فوق كل عمود عمود منزش السلسلة قلصنا كده السطر رقم 11 وحنبتدي في السطر رقم 12 هقفل بس السطر رقم 11 بعمل سلسلة وبعدين بدخل هنا زي بقية السطر اللي اشتغلناه وسلسلة وحقفل في تالت غرزة سلسلة في العمود رقم 1 هنبتدي دلوقتي السطر رقم 12 في السطر رقم 12 انا محتاجة ادخل في الفراغ بين العمودين الاولانين العمود الاول والتان فهدخل في الفراغ بمنزلقة وبعدين ارتفع سلسلة للسطر الجديد وبعدين اعمل غرزة حش وارتفع ثلاثة سلسلة واشبكهم بمنزلقة في الفتلتين اللي في قعدة الغرزة يبقى انا كده عملت غرزة اسمها غرزة بيكو وفي نفس الفراغ هعمل غرزة حش يبقى انا عملت غرزة حش وغرزة بيكو وغرزة حش وفي نفس الفراغ نتنقل للفراغ اللي بعدها نفس الكلام هعمل غرزة حش غرزة بيكو عبارة عن ثلاثة سلسلة اشبكها بمنزلقة في قعدة الغرزة اللي هي الفتلتين اللي تحت دول هعمل منزلقة وبعدين جنبها في نفس الفراغ هعمل غرزة حش تاني اللي بعده الفراغ اللي بعده غرزة حش غرزة بيكو ثلاثة سلسلة وفي قعدة الغرزة اخد منزلقة هي دي غرزة البيكو وبعدين غرزة حش في نفس المكان يبقى الشكل عامل كده ثلاثة سلسلة حش انساش ان انا بعمل غرزتين حشو في نفس المكان بينهم غرزة بيكو. اشتركوا في القناة ده شكلها هيبقى على الوحدة كلها. بين الوحدتين فيه فراغين هعملهم بس غرز حشو وكمل بعد كده السطر كله بنفس الطريقة يبقى في الفراغات بس هي اللي بعمل فيها غرزة حشو لكن البيكو بعمله على الوحدة نفسها. وبكده حبايبي خلصنا المفرش. قد ايه رقيق قد ايه حلو باخدش وقت ابدا في الشغل مش متعب. ايه وحاجة تبقى عملها بايديكي شو في ده تشتريه من بره جاهز بكامل هند ميت دايما غالي. اتمنى يا رب يكون عجبكم. اتمنى تعملو بايديكم وتجربوه ان شاء الله هيعجبكم وتفرشو وتتهنو يا رب. ايه زي ما قلت لحضراتكم هسيب لكم البطرون عشان يبقى محتفزين بي. ايه حابة اشكركم على ايه مشاركتكم الحلوة في قناتي ودعموكم لي. مرسي خالص حبيبي. ايه مرسي على كلامكم الحلو. مرسي خالص لحسن مشاهدتكم. بحبكم كلكم. thank you. باي باي. اشتركوا في القناة.